وفي ملف آخر يجمع بين الأمن والاقتصاد والحقوق طلب مواطنون وأصحاب شركات السفر والسياحة في محافظة السليمانية تركيا العدولة عن قرار تعليق الرحلات الجوية باتجاه المحافظة مؤكدين أن المتضرر الوحيد من هذا القرار هو المواطن العراقي الذي يجبر الآن إلى الذهاب إلى مطار أربيل أو كاركوك أو بغداد للسفر باتجاه تركيا عباس محمد تابع الموضوع وعد هذا التقرير بعد أعلان إيقاف رحلاتها الجوية من وإلى مطار السليمانية منذ ثلاثة أسابيع يتوجه غالبية عملاء الخطوط الجوية التركية إلى فرع الشركة في السليمانية من أجل تغيير مواعيد رحلاتهم وتحويلها من مطار السليمانية إلى مطار أربيل أو كاركوك ما أدى لتبعات مختلفة على المواطنين تأثير تعليق الرحلات أثر بشكل كبير على المواطنين خصوصا من أصحاب المصالح المشتركة بين السليمانية وتركيا فالآن عليهم الحجز من مطار كاركوك أو مطار أربيل يتسنى لهم الرحلة إلى تركيا وهذا يتطلب وقت إضافي خصوصا للذين هم رجال أعمال فتغيير مكان السفر بين السليمانية إلى منطقة أخرى له عبء عليهم لأنه يحتاج وقت إضافي ونالك تكاليف مادية إضافية للسفر المواطن بدل ما يسافر مباشر من السليمانية إلى أوروبا أو تركيا يجب أن يسافر عن طرق كاركوك أو عن طرق أربيل فالمتضرر هو ككل فهم كتوقيت بدل ما مباشر من مطار السليماني يسافر يجب أن يذهب عن مطار أربيل أو بغداد أو كاركوك يلا يسافر طبعا يأثر لأنه يوجد ناس مقرر أن يسافر قبل هذا لا يسافر يوجد ناس موشر أن يتحمل أن يسافر من كاركوك أو من أربيل ويوجد ناس مقاطع تذاكر هذا مكنس من السليمانية يجب أن يلغي تذكرة مالة ويشتري تذكرة جديدة من غير مطار والسعر صار أغلى من قبل الذي هو مشتري وحسب متابعة قلات صلاح الدين الفضائية فأن أغلاق المطار في موسم سياحي كهذا خلال شعر نيسان سيلحق الضرر بنحو 20 ألف مسافر شهريا وسيزيد العدد للغعف أو أكثر خلال الموسم السياحي بفصل الصيف ما دفع بمواطنين وأصحاب شركات السياحة والسفر بالمطالبة بإعادة الرحلات الجوية نطالب إعادة الرحلات الجوية بين تركيا والسليمانية بسبب حجم التبادل التجاري الكبير بين الطرفين وكذلك وجود الكثير من المشاريع المشتركة بين الطرفين ووجود رحلات العديد من الناس للسياحة والإصطياف في كل الجهتين وكذلك رحلات إراجية البعض حالتهم لا تساعد للسفر بالسيارة لمطار آخر لغرض المغادرة إلى تركيا من ذلك المطار لهذا نطالب مرة أخرى بالعدول عن قرار تعليق الرحلات الجوية أول شي نطلب من الكافة الجهات المهتمين بالموضوع وأنه راجعون القرارات ما لا تم علمون أن المطار السليماني مطار مدني حالة حالي مطار آخر بالعراق والمتضرر الأول والأخير أنه المسافر للعراق والشركات السفر والسياحة وقالت وزارة الخارجية التركية تم اتخاذ قرار إيقاف الرحلات الجوية بسبب تزايد أنشطة منظمة حزب العمال الكردستاني في السليمانية وتزايد هيمنة حزب العمال الكردستاني على المطار الأمر الذي يهدد الرحلات الجوية وأعلنت عن إعادة الرحلات في شهر تموز المقبل عباس محمد قناة صالح الدين الفضائية